اشتركوا في القناة الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في الوقت الراهن على كافة الأصعدة ومعربا عن التقدير للإسهام الشخصي وما قام به الرئيس ساركوزي في تدعيم هذه العلاقات من جانبه عبر رئيس ساركوزي عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس وامتنانه لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ومبديا اعجابه الشديد بالمشروعات التنموية اللافتة التي تشهدها مصر حاليا بقيادة السيد الرئيس والتي تعتبر امتدادا لعظمة الحضارة المصرية العريقة عبر التاريخ كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد جون كاري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الى جانب السفير جوناثن كاون سفير الولايات المتحدة بالقاهرة وقد رحب السيد الرئيس بزيارة المبعوث الامريكي الى مصر وعقد الاجتماع الاول لمجموعة العمل المصري الامريكية حول تغير المناخ خلالها وذلك كأحد نتائج الجولة الاخيرة للحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة معربا سيادته عن التطلع لاستمرار التشاور مع الجانب الامريكي حول موضوعات تغير المناخ خلال الفترة القادمة في اطار الشراكة بين مصر والولايات المتحدة وتحضيرا للقمة العالمية للمناخ كوب 27 والمقرر عقدها بشرم الشيخ في نوفمبر القادم حيث اكد السيد الرئيس ان المصر ستبني مقاربة شاملة ومحايدة خلال رئاستها لتلك القمة وانها ستأخذ في الاعتبار اولويات ومواقف كافة الاطراف وذلك لضمان خروج القمة بنتائج ايجابية في صالح دعم عمل المناخ الدولي بكافة مكوناته خاصة ما يتعلق بخفض الانبعاثات والتكيف مع الاثار السلبية لتغير المناخ وحجد تمويل المناخ الموجه الى الدول النامية من جانبه اعرب السيد جون كاري عن سعادته بلقاء السيد الرئيس مجددا مؤكدا ثقة الجانب الامريكي في قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في هذا الاطار وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ كما اشاد المبعوث الامريكي بما يلمسه المجتمع الدولي من جدية حقيقية من جانب السيد الرئيس تجاه عمل المناخ الدولي والتحول الاخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلي وكذلك الدولي من خلال مشاركة السيد الرئيس في قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضي فضلا عن المشاركة مؤخرا في مؤتمر محيط واحد في مدينة بريست الفرنسية ومن بعدها رئاسة سيادة للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الافريقية الاوروبية الاخيرة ببروكسل مؤكدا اهمية هذه الجهود في التعبير عن شواغل الدول النامية خاصة الافريقية فيما يتعلق بتعزيز عمل المناخ بها واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التبحث بشأن سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات والمؤسسات الامريكية في جهود مصر للتحول الى مركز للطاقة والاهداف الطموحة التي تتبناها في هذا المجال وفي مقدمتها انتاج الهايدروجين الاخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشاريع النقل منخفض الكربون والنقل الكهربائي خاصة وان مصر قد اتخذت خطوات فعالة في سبيل تهيئة المناخ المحفز للاستثمارات في هذه المجالات سواء من خلال اصدار وتعديل القوانين والتشريعات المطلوبة او من خلال توفير آليات تمويل مبتكرة للمشروعات الخضراء مثل السندات الخضراء التي طرحتها مصر مؤخرا كما استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من الآلية الافريقية لمراجعة النظراء وذلك برئاسة البروفيسور ادوارد مالوكا المدير التنفيذي لسكرتارية الآلية وبحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير اشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية للآلية وقد اشهد السيد الرئيس بالدور الذي تقوم به الآلية الافريقية لمراجعة النظراء في دعم الجهود التنموية للدول الافريقية ومساعدتها على الارتقاء بقيم الديمقراطية ومتابعة تنفيذ الدول لاستراتيجياتها التنموية اتصاقا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة واجندة الاتحاد الافريقي للتنمية الفين وثلاثة وستين كما رحب السيد الرئيس باطلاق التقرير الخاص بمصر في اطار الآلية الافريقية لمراجعة النظراء مؤكدا سيادته حرص مصر على دعم الآلية بصفتها احدى الدول المؤسسة لها والتعاون معها لتعزيز عملها والذي يتمثل في ارساء الامتثال الافريقي لمبادئ الحكم الرشيد وحقوق الانسان خاصة في ظل ايمان مصر بمحورية تلبية حقوق المواطنين في حياة كريمة وامنة تؤمن لهم فرص التنمية المستدامة وهو الامر الذي تجسد في جهود الدولة المصرية من خلال المبادرات الصحية المختلفة وابرزها القضاء على فيروس سي وكذلك مبادرة حياة كريمة الى جانب جهود التحول الرقمية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا كافة الجهود الاخرى التي تهدف الى الارتقاء بجميع منح الحياة للمواطنين فضلا عن الجهود في مجال حقوق الانسان من خلال اطلاق الاستراتيجية الوطنية وكذلك تمكين المرأة ودعم الشباب واوضح المتحدث الرسمي ان وفد الالية الافريقية لمراجعة النظراء اعربوا عن تشرفهم لمقابلة السيد الرئيس مثمنين الخطوات الجادة التي تبنتها مصر في مجال الحوكمة بمحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية خاصة ما يتعلق بالاستثمار في الشباب وتأهيلهم وتمكين المرأة الى جانب اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان في شهر سبتمبر 2021 والبدء في تنفيذ محاورها المختلفة وكذا تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري فضلا عن جهودها الحثيثة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 وهو ما ساهم في ان تكون مصر من الدول المعدودة على مستوى العالم التي تحقق معدلات نمو إيجابية خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا كما أشاد الوفد بالدور المصري الرائد على مستوى القارة لتعزيز آليات العمل الأفريقي المشترك إلى جانب تقديمها الدعم اللازم بمختلف صور إلى أشقائها من الدول الأفريقية في المجالات التي تتميز بها المؤسسات المصرية على صعيد حقوق الإنسان والعمل الإداري والتخطيط الاقتصادية وتأهيل الكوادر البشرية بما يؤكد صدق الجهود المصرية لتعميق عملية الإصلاح الشامل في القارة الأفريقية وعلى حرص مصر على الالتزام بتنفيذ الأهداف التنموية الأفريقية والتي لن تتحقق إلا من خلال إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة التي تمثل عنصرا ضروريا لبناء دولة وطنية قوية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا